السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليها افضل الصلاة والسلام النهاردة انا عملت ترطاية كده بتاعة عيد ميلاد الترطاية دي متزبطة الى حد ما يعيني عجباني جدا جدا هنشوف شكلها وطريقتها وتفاصيل والحاجات اللي انا عملتها طبعا زي ما احنا شايفين الصور دي انا حبيت ان انا اعملها مجسمات طبعا فيه صور فوق كده فوق الترطاية الترطاية دي عبارة عن ترطاية دورين اه وطبعا الالوان دي هنشوف احنا عملناها ازاي وطبعا الحاجات الكريسبي اللي انا حطاها دي هوريكو انا حطتها ازاي من غير ملقات وبفكرة سهلة جدا وبسيطة فيه ملقات كده بتاع الحلويات بيتحط فيه الحاجات دي علشان ايدك ما تتلحوس بقى في الترطا هنشوفها مع بعض وهنشوف الطريقة وطريقة التزين وطريقة الترطا بدون اه دي اسبونج وعملناها طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة نهائية دي يا جماعة الصور اللي فوق دي اللي انا قلتلكو عليها مجسمات تعالوا معي نشوف المقادير ومكونات انا استخدمت الميزان ده في المكونات دولار تلتميت جرام دي ايه اه دي اسمه سندوس الكيلو بعشرة جنيه ده للطرط والااا والكيكات وكل طرطة هتاخد خمس آآ آآ بيضات ومعي معيار المعيار الكبير ده سكر بدرة والمعيار الصغير ده نشا وفانيليا وعندي معلقة كبيرة محسن جل ومعي ومعي كمان حبة آآ خل نقطتين كده وزرة ملح اول حاجة هنبدأ ان احنا نكسر البيت خمس بيضات زي ما احنا قلنا وبعد كده هضيف الخل وهضيف الفانيليا هنضيف الخل اهو وبعد كده هنضيف الفانيليا يا جماعة دي ده انا جايباه اللي هو دقيق نضيف خالص ده مكتوب عليه للطرط والحلويات في نوع تاني ومتعدد الاغراض نفس الاسم بس جميل جدا ده مش متضاف له اي حاجة آآ يعني مش دقيق سبنج ده دقيق عادي خالص ممكن تستخدم مكانه دقيق فينه عادي هبدأ ان انا احط كل المكونات على بعضها ونص كباية مية وطبعا هزوت كمان لو حب حسيت ان انا عايز ازوت هبدأ ان انا زوت اول حاجة هعملها كده روتيني بالمضرب علشان دقيق ما يبدأش يتطير معي وهبدأ احط باقي كمية المية سريعا كده هنقول احنا حطينا ايه حطينا الخمس بيضات حطينا فانيليا حطينا رشة خل حطينا كمان آآ اسمه ايه ده رشة ملح حطينا معلقتين كبار نشا حطينا آآ يعني المعيار التبير اللي انتو شفتوه ده ده سكر بودر لونه ابيض اللي هو السكر الناعم يا جماعة ما تحطش السكر الخشن او السكر التاني علشان بيخرس بيخرس في العجينة ومش بيبقى كويس وهبدأ ان انا اضيفه طبعا يا جماعة هحط معلقة صغيرة صغيرة بكم بودر خليكوا متذكرين المقادير والمكونات وانا برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف علشان طبعا اكيد ان انتو هترجعوا لها طبعا محسن الجل ده انا جبته من العطارة تروح تقولي له آآ عاوزة محسن جل دي مادة زي الفازلين لازم تتأكد ان هي بيدا وشفافة ده بيدل على ان هي آآ صالحة وكويسة هيخد من العلبة التانية نص معلقة عشان تكون لي معلقة كبيرة جدا آآ محسن جل محسن جل هو ده اساس التارتة هو ده اللي بيحول الكيك بتاعكي بدأت ان هي تبيضة هو ان هي بتحول الكيك بتاعتي لكيك اسبونج ده اساسه اساس اي طرطة بدي ايه العادي او بدي ايه اللي اسبونج ده بيحسن نوعية الكيك وبيحسن وبيخليها هشة كده وجميلة وزي بالزبط هبدأ ان انا اضرب بالمضرب فترة كبيرة لحد ما توصل معايا لدرجة الكريم شانتي آآ بص يا جماعة الحاجات الحلوة لازم نتعب لها نتعب فيها علشان توصل للحاجة اللي احنا عاوزينها والحاجة المطلوب شايفين طلعت معايا اهو زي الفل وجميلة جدا هنشوف الحل اللي احنا هنستخدمها دي حل التارتة دي اللي انا بعمل فيها التارتة وادخلها الفرد شايفين السمك بتاعها دي انا همشتريها من عند مستلزمات الحلواني آآ من عند محل مستلزمات الحلواني آآ اشتريت واحدة بتسعين واشتريت واحدة بخمسة وتمانين آآ دولة اللي انا هعمل طبعا ترطايتين انا عاجنت اهو اول ترطاية وزبطتها يعني هبدأ ان انا ارس دي وبعد كده اعجن التانية قبل ما اعجن التانية هفتح الفرد على درجة حرورة مية وتمانين آآ طبعا مش هفتح لها الشوان هيئي هفتح من تحت بس هقص دي علشان ازبطها وحطها في اللصانية كده من تحت وبعد كده اتهنها مادة دهنية خفيفة جدا بحيس ان هي ما تبقاش واضحة في آآ التارتة يعني حاجة كده بسيطة علشان ما تلزقش معي وفي الحوافي برضو ولو عندك آآ سمنة مكعب سمنة او اي نوع رواب اي نوع آآ اي حاجة يعني عندك متجمدة اتهني بها وهي متجمدة برضو هتوصل لنتيجة افضل كمان من الزيت طبعا العجين وانا بضربه وبدأ ان هو يبوز للحيطان والحامل وكل حاجة بس انا بعد ما اخلص هبدأ ان انا انضفه وازبطه وازبط كل حاجة يعني ورجحها زي ما كانت شايفين شكلها طبعا انا من غير مخص للطبق التاني ده هبدأ ان انا اعمل التانية ادي اه ادي الترطة بتاعتي بعد ما طلعت والله شكلها جميل جدا وبسيطة ومتزبطة بس يا جماعة بعد ما الترطة بتاعتي طلعت هنشوف مع بعض هنعملها ازاي اول حاجة هحطها في صنية وهبدأ ان انا اغطيها خلي بالكم يا جماعة لازم تتغطى علشان هتبقى هي عشان معمولة بديق عادي هتبقى من فوق كده اه نشفة شوية فهنبدأ نحطها ونغطيها بفتين تلاتة ونسيبها يوم كامل وتاني يوم هنبدأ التزيين ده طبعا كريم شانتي نص كيلو كريم شانتي طبعا ده غير محلة علشان الغير محلة بيبقى افضل من المحلة علشان بيدي اكتر ومعايا نص كوباية سكر ومعايا لبن مجمد انا كنت احطها في الفريزر فهو سائع جدا جدا وبما ان انا في الشتاء فبرضو هوصل النتيجة كويسة ومضمونة طبعا انا بالنهار انا بعمل بالنهار يانيو كده اه فهبدأ ان انا اضرب اه جامل لو وقت ما اوصل اللي انا محتاجه طبعا مص كيلو اه طبعا انا هزين بيتور تايتين هتبقى حاجة كويسة جدا جدا طبعا غير محلة بيفرق عن المحلة المحلة بيبقى معظم وسكر فانا ما بحبوش اه فدايما بجيب الغير محلة وحطوه للسكر البودر وبوصل للقوام والنتيجة اللي انا عاوزاها انا اهو هكامل باقي المانية علشان الشنطية يمشي في الخلاط في المضرب سوري واهو اه باذن الله هيتزايد وهيبقى زي الفل طبعا ادي الترطة دي يا جماعة دي تاني يوم انا سبتها اول يوم بالحاجة اللي فوقيها وكل حاجة وسبتها في الحلة وغطتها وهوصل شايفين حجمها الحجم والصمك بتاعها ده دقيق عادي يا جماعة مش دقيق سبنج واحنا شفنا طبعا كل المكونات الترطة بديق سبنج مش بيتضاف لها اي اضافات غير البيت بس هنشوفها من جوة مع بعض وهتشوفوا التراوة بتاعتها ونسبة الهشاشان طبعا السكينة دي في اي بيت طبعا بتيجي في الحاجات بتاعت العروسة في اي بيت موجودة شايفين شكلها من جوة بالزبط جدا وهشة وجميلة جدا يعني انا وانا بقى طاحة خايفة عليها جدا من كتر تراوتها ومستوية يعني كويس جدا جدا اهم حاجة اهم حاجة في الترطة افتاح الفرن قبل ما تدخليها شايفين شكلها ما شاء الله يعني حاجة فضيع وحاجة جميلة هبدأ ان انا اقص برضو احبا كمان طبعا عندي الطبق بتاع التازين ده انا كنت انا مش عارفة سعره بصراحة علشان انا كنت اكسبته من جروب اه ادوات حلواني فمش عارفة سعره بكام هبدأ ان انا احط حبة كريم من تحت اثبت بيها الترط وهبدأ ان انا ازين واحدة واحدة وهنشوف الطريقة مع بعض شايفين الترطية التانية حجمها ازاي هبدأ ان انا اعمل كده بالاسمه ايه ده بالكيس هيبقى افضل من ان انا اشيل وحط بالمعلقة وكده يعني هيبقى كده افضل واسرع وبرضه هيبقى هيوفر لي في الايه في الكريم شانتي وطبعا الطبق المتحرك الدور ده جميل جدا هنأول مرة جربه بصراحة بس فرق معي في كل حاجة حتى في التزيين نفسه طبعا الخلال دي خلة الاسنان ممكن تجيبي اللي هي بتاعت البوب بتاعت الاطفال اللي هي المصاصة العصوية نفسها ممكن تستخدميها كمان اه في التزيين مكان الخلة بس انا حسيت ان الخلة اقوى يعني يحطي التلاتة كده جنب بعض اللي هو يبقى العمود بتاعهم دي خطوة مهمة جدا يا جماعة علشان انت لو حطيت الترتيتين فوق بعض آآ يعني هينزلوا كده منك وهيدخلوا في بعض مش مش هتحس ان هم ترتي يعني هيعجنوا فهبدأ ان انا احط زي ما انتم شايفين يعني بصراحة الطبق الدور ده مساعدني جدا جدا وجميل فعلا وهبدأ ان انا احط تاني تالت آآ تالت واحدة انا قسمت التلطاية على تلات طبقات ودي الكريمشنطين ما شاء الله يعني جميل جدا وفي كمية كمان وهبدأ من اللي جنيه بقى قسين هزين بنظام الكيس ده علشان بيبقى موفر جدا معايا آآ ومش بيهضر يعني كده بيبقى افضل والجوانب بتبقى متساوية جدا طبعا المتاع اللي انا بسوي بيها دي آآ دي عبارة عن بلاستيك وفي منها ازاز دي انا مش تريها بسبعة ونص يعني انا مش مش تريها الطقم كامل حطيت طبعا سبع عوامية كده من الخلة علشان تسبتلي الترطاية التانية. برضو هقطعها تلات طبقات انا اهو قطعتها آآ حطيت اتنين على بعض ودي دي تاني واحدة علشان اثبت التالتة. طبعا انا حطيتهم فوق بعضهم وهبدأ ان انا اضبط الكريم شنطي علشان اوصل للشكل اللي انا محتاجه. في حاجات كده باينة انا هبحاول ان انا اخبيها. طبعا الشوكورات دي كان مشروع وفشل يعني انا كنت عايزة ان انا احطت الشوكورات من فوق فالشوكورات جمدت فجأة فانا لغيت الفكرة تماما. طبعا عندي الكريم شنطيقة سمتوا على اتنين وحطيت اللون الصناعي لون ازرق. قديني لون طحفة جدا جدا. زي ما احنا شايفين هبدأ ان انا اقلب كواس جدا جدا. اللي غيتم وصل اللون اللي انا محتاجاه. زي ما قلت لكم الشوكوراتة ده مشروع وفشل. طبعا انا هشيلها ولما هي جمدت معي فما حبتهاش. فهبدأ بالقمع كده ازبط الدنيا وهعمل بالااا بالقمع ده. جميل جدا. طريقة سهلة جدا وبسيطة في التزيين ومش ااا يعني برضو مش مكلفة. طبعا الصور دي انا بورها لكم دي انا صور دي مطلعها من استوديو. هبدأ ان انا قصها كده وازبطها بحيس ان انا اجسمها وحطها فوق وتحته الكلام ده كله. عشان تبقى معايا جميلة. انا حطتها وجسمتها. عندي الكرسبي ده هبدأ ان انا هحطها هتشوفه الاختراع بتاعي انا هحطه ازاي? هو برميه كده رمي علشان ما ااا ما يبهددش طبعا الترطة. طريقة جميلة جدا وسهلة جدا للمبتدئين لو حد لسه عاوز يعمل ترطة عيد ميلاد جوازه وعيد ميلاده ايا كان هتبقى طريقة سهلة جدا وبسيطة. خب كده نكون انتهينا من الترطة بتاعتنا. بس يا دوبك هبدأ ان انا اقص صورتين كده من فوق هحطهم برضو صور مجسمة. ان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم ويكون قدمتلكو حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. اه نعمل حاجة في بيتنا يا جماعة افضل واحسن من اللي احنا بنشتريها بكتير وبرضو مش مكلفة. شكرا جدا على المشاهدة. واتمنى تشوفين الفيديو جديد.